جينا وإحنا بيتعامل الحوار الوطني وتم تشكيل مجلس الأمنة وكان مجلس الأمنة عمره أيام حصل إنه لوحد محمد ناصر بأداءه اللي يهلك من الدحك هو أداء مش اللي هو كده مهم يعني فكان واخد على التليفون اتنين الدكتور أيمن نور والمهندس أكمل أرطان الدكتور أيمن نور واخد خط ماه هو حر فيه ما يرى واخد هذا الخط ومستمر عليه خلاص طيب سيبك من ده خالص يعني سيبك من القصة بتاعت الدكتور أيمن نور لكن خد معايا مهندس أكمل أرطان ليه بقولك أنا اخترت مهندس أكمل أرطان عشان أنا حزب المحافظين أنا مش قادر أفهمه دكتور أيمن نور واخد خط معين ماشي فيه بيتكلم فيه هو أنا في رأيي غلط بالكلية غلط بالكلية ونهجا كارثيا على بلاطة تمام؟ هو عارف رأيي بالمناسبة يعني ما عندناش مشكلة فيه اختلافات وجهات النظر إذا سمناها اختلافات وجهات النظر والرجل مش موجود في مصر إلى أخير ولكن مهندس أكمل بيصف نفسه أنه هو رجل وطني وأنه هو جزء من العملية السياسية الوطنية إلخ 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 صح؟ صح طيب حضرتك يا باش مهندس بتطلع ليه مع محمد ناصر على البرنامج بتاعه اللي هو ممول من الإخوان المسلمين وحضرتك يا باش مهندس أكمل تعلم ذلك تمام العلم ولو عندك شك واحد أن هذا البرنامج وهذه القناة ليست من تمويل مباشر للإخوان المسلمين اطلع قول كده قناة مكملين ما لهمش دعوة بالإخوان اطلع قول كده أرجوك قول قناة مكملين ما لاش دعوة بالإخوان ولا هي ليها دعوة بالإخوان طب ولو ليها دعوة بالإخوان بتطلع عندهم ليه عشان ما تقوليش ما لكش فيه أنا رجل سياسي وليها الحق وليها أن أختار وأنا أظهر وقتما أريد وأتحدث لمن أريد كل ده رائع السؤال هو في رأي حضرتك الإخوان المسلمين إرهابيين ولا مش إرهابيين أنا عايزة أسمع أول إجابة زي ما يطلع قولي إرهابيين أو لا يا يوسف مش إرهابيين أو ما تقولش يا يوسف يا جماعة الإخوان مش إرهابي اطلع قولي كده فبقى عرفت وجهة نظرك اتنين مكملين ولا مش عارف إيه محمد ناصر بقى معتزم اضطر للود التانية أبو منخير كبيرة أو حواجب مش شبه وشه دي اسمه إيه والود ده أنا بنسى اسمه هو الود الود مجهول أوي أيوة أسامة جويش هو الود ده الود ده ملامحهم لخباطة أوي يا جماعة بس مش دي قصة مش مهم العيال دي سيبك بقى هم إخوان ولا مش إخوان بيشتغلوا بفلوس الإخوان أولا لأ يا بش مهندس اوعى تقول ليه ما عرفش أزعل والله العظيم شانت راجل كبير وقديم وفاهم وزكي وعارف وعارف فجاوبني الناس دي بتشتغل بفلوس الإخوان أه أو لا فإذا كانت الإخوان جماعة إرهابية يا بش مهندس أكبر وإذا كانت القنوات دي وهؤلاء المزعين بيمولوا أو بياخدوا رواتبهم من الإخوان المسلمين طب طلعت معهم ليه يعني ليه بتطلع مع العلق إرهابيين ما أنا مش فاه طبعا ده إضافة إلى أنه الأداء بتاع حزب المحافظين جوال حوار الوطني أداء غريب ومش مفهوم يعني أنت متخيل أنه تبقى الجماعة الوطنية كلها مؤيدين ومعارضة متفقين على مثلا الورقة دي حزب المحافظين لا ما ليش دعوة أنا مش لاعب ويروح عامل كده الله ماشي دي مرة ورقة عادي حقه اختلف طب إحنا كلنا متفقين على الورقة دي برضو ما ليش دعوة أنا مش لاعب ويروح ماشي طب والورقة دي أنا ما ليش دعوة مش لاعب ماشي والورقة دي ما ليش دعوة مش لاعب والورقة دي ما ليش دعوة مش لاعب والورقة دي برضو ما ليش دعوة مش لاعب طب أبا أشبالس أكمل أجيب لك ورقة منين والله حضرتك دي كل الملفات اللي مطروحة على طاولة الحوار الوطني هو في كله حضرتك ما ليش دعوة مش لاعب ده شيء بقى مش مفهوم ليه الحق أن أعترض صح ادي لي معارضة موضوعية أمين شبابك بيقول لنا ناخد من صفحة على فيسبوك اسمه كلام السؤال تاني باش مهانس الإخوان إرهابيين ولا مش إرهابيين موزعين الإخوان بياخدوا رواتبهم من قنوات ممولة من قبل الإخوان أو لا لا احنا كلنا في انتظار الإجابة كل عام وأنتم بخير